بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم من الذين ظهروا في تلك الأزمنة وأدركوا الدولتين معلو بن زائدة الشيباني ويضرب به المثل في الحلم والكرم وهو أدرك الدولتين العلموية والعباسية ثم استقر به الأمر أن يكون قريبا من أبي جعفر المنصر وهو الذي قيل أنه جاءه رجل يختبر حلمه وقال تذكر وإذ الحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير قال لا أذكر ولا أنساه قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال سبحانه على كل حال قال فلست مسلما ما عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير قال يا أخ العرب إن السلام سنت أعتي به كيف ما شئت قال فإني فجد لي ابن ناقصة بشيء هو ابن زائدة فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير قال يا غلام أعطي ألف دينار قال قليل ما أتيت به وإني لا أطمأ منك بالمال الوفيري قال يا غلام أعطي ألفا أخرى قال سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري قال يا غلام أعطي ألفا أخرى فأماط اللي ثام وقال يا معنى والله ما جئتك لأطلبك وإنما جئتك لأختبر حلمك لما أبلغني عنك وإن الله أعطاك حلم لو قسم على الناس لك فاهم فقال يا غلام كما أعطيته على نظمه قال ثلاثة ألف قال أعطي ثلاثة ألاف أخرى على نظره فمضى بها هذا معنى هو الذي قيل فيه يمدحه والباه المرورة من أبي حفصة يمدحه معنى ويثني عليه وقلنا أين نرحل بعد معنى وقد ذهب النوال فلا نوال يتكلم أن بعد موته لا يوجد أحد يعطي وقلنا أين نرحل بعد معنى وقد ذهب النوال فلا نوال في أبيات لمية شهيرة لكنه دفع ثمنها مات معنى مات معنى فذهب مروان إلى الخليفة وأخذ يمدحه قال لم تقل وقلنا أين نرحل بعد معنى فقد ذهب النوال فلا نوال يذهب الآن ابحث من يعطيك وما كان ينبغي طبعا الخليفة أن يصنع هذا لكن معنى يعني نواله كان معروفا ولذلك أهدر أبو جعفر دمه قبل أن يستخلصه لنفسه وأخذ يبحث عنه ويقال له طلبة أمير المؤمنين حتى خرج أبو جعفر ذات يوم في مكان يقال له الهاشمية في بغداد وانفرد عن كثير من حرسه فجاء بعض خصوم يريد أن يقتلوه ووافق بقدر الله أن معنى كان قريبا فقدم كان شجاعا بسيفه وتلثم ومزار يدافع عن أمير المؤمنين ويقتلوا الخصوم حتى قتلهم وفر منهم من فر ونجأ أمير المؤمنين فقال له أبو جعفر من أنت في داك أبي وأمي فأماط اللثان وقال أنا طلبتك يا أمير المؤمنين جاءت في وقتها جاءت في وقتها فهذه أقدار الله فقربه فلما قربه يبقى طبعا أمير المؤمنين يحافظ على كينونته على سلطانه على أن لا ينافسه أحد الملك عقيم فلما قال هذا بعد أيام استقر الأمر لمعن صار يعطيه وصار أميرا فمدحه الشعراء فدب الحسد إلى أبي جعفر فلما قبله قال يا معن أعطيت فلانا كذا وكذا لأنه قال فيك معن بن زائدة الذي زادت به شرفا بنو شيباني شرفا على شرف بنو شيباني قال لا يا أمير المؤمنين أعطيته لأنه قال فيه ما زلت يوم الهاشمية مصلتا بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من كل كذا وسناني يعني قلت لأنه مدحني أنني ذكت أنني ذدت عنك جعل هذا هو الفخر مولي أني شيباني أو أنني أعطي أو أنني حليم وأنني كريم فسكت أبو جعف